إذا أردت تحقيق مصالحك وقضاء حاجاتك وحل مشكلاتك فلا تعتمد بقلبك على الناس ولكن إلجأ إلى ربك الأحد الصمد والأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير وهو الذي ليس كمثله شيء ففي اسم الله الأحد نفي لكل شريك لذي الجلال وهو الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال وحمد وحكمة وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات وصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصمد هو السيد الذي يصمد أن يلجأ إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل فهو من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك لكثرة الأوصاف الحميدة له ولهذا قال عبد الله بن عباس الصمد السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له فمن عرف أن الله هو الأحد الصمد هرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ومن عرف الله بأحديته وصمديته لم يجعل بينه وبين الله واسطة في العبادة والطلب والدعاء قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون